أخوة لا أعتقد أنه يكثف فيه في العمل الأكاديمي أو التأليف أو التنظيف أنا أعتقد أن الأمة بحاجة إلى خطوات عملية وجريئة كما تفضل العسل وشجاعة وناس يعني مستعدون أن يضحوا هذه المحاولات على مدى 200 سنة عملت حتى أثناء الهدوء أنا طبعاً أفرق بين الأزمة الطائفية قبل الثورة الخمينية والأزمة الطائفية بعد الثورة الخمينية مما يؤكد أن هذه النار نار فارسية ليس الدينية بدليل أنه مهما كانت من فتن كانت طوال من دائرة الاحتواء قبل الثورة الخمينية بعد الثورة أصبحت قنابل وأصبحت انفجارات منشطارية لا تملك أن تسيطر عليها إطلاقاً مما يدل على أن المحفز والدافع هو الثأر الفارسي ضد العرق العربي إذا ورعت بهذا الإطار أخرج من هذا الكلام إلى النقطة التي هي بيض القصيدة في الدكتور الدكتور حينما تكلم عن التشييع العربي وتشييع الفارسي ونعتقد أن جميع كتبه بشكل أو بآخر ندور حوال هذا المحور وهو محور جدير بأن يهتم بال السؤال نظرتنا إلى القضية نظرة عقائدية بحثة أو نظرة دينية بحثة أو نظرة فقهية بحثة لا يكفي أنا أعتقد لا بد أن نضيف إليها نظرها المصلحية التي هي السياسية ورؤى طويلة الأمن يعني الأخ الذي له موقف من كل شيء اسمه شيعي عليه أن يراجع لأفسه لأنك لست في دولة الخلافة الراشدة تقول ما هذا الطارئ الذي طرأ عليك أنت في أولويات قد رتبت وضرورات قد رتبت عليك أن ترتبها بشكل صحيح ولا تقفز إلى ضرورة قبل أن تبدأ بالضرورة أهم منها أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم بحاجة إلى أن تحتوي التشيع العربي تحتويه احتواء الحاني المشفق على من هو على هذه الطائفة لأنه إذا لم يحتويه أخذه الطائفة جانب الآخر الفارسي لا ننوم الجانب الآخر أن يكون إيجابياً من جهته خادماً لمشروعه فيأخذ هذه المعطيات من بين أيدينا إذا نحن أهملنا هذا وتركنا هذا أمر الأمر الآخر لو جئت إلى أكفر أهل الأرض وقلت له يا كافر لغضب عليك فلما تستخدم هذه العبارات الاستفزازية التي تباعد الناس عنها ولا تقاربهم منها ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يخاطف قريشاً على الشرك الأكبر مستغلة مؤانة والعوب أيضاً يتفرجون عليها لا يعملون شيئاً فمشروع الأهواز مشروع كبير مشروع عظيم والشعب يتعاطف معنا نلاحظ في عاصمة تعاطف معنا فلماذا لا نتفاعل معه وعيدنا مشروع نتجارب معه شميل في حد الفصول استخدام التمسطلح غريب شوي كتاب تفريس العراق صحيح تفريس العراق باعتبار أن العراق الذي هو عروفي بالمتياز من مؤسسي الجامع العربية ومواقف العربية سواء ضد إيران أو ضد إسرائيل أو في كل القضايا العربية لو تلاحظها وحركات التحرر الآن يفرس الآن العربي يهجر ويتون بملايين من إيران فرس حتى الأماكن الصونية الرمادي وصلاح الدين وغيرها يأخذون بيوتهم يتردونهم لمنوع يرجع وجاءوا بهؤلاء الفرس فهذه الحملة تفريس العراقية تحويله من عربي إلى درجة أنه يتقلمون فارسي يستعملون لعملة فارسية والعربي مهام في بلده تفريس العراقية الظاهرة تغيير ديفوغاري بالعراق وهذه طبعا حصلت في زمن الدولة الصفرية والآن تحصل فالآن هذه الحالة خطيرة جدا في الهيملة الإيرانية والسيطرة الفارسية إلى درجة أن العربي في بلده مبعد ومختل ومهجر والفارسي يحل مهله كعزيز كريم هو الحاكم جميل في أحد نفس الكتب ما وراء الكواليس نعم ما ذو وراء الكواليس ووراء الكواليس أقصد أنه هذه الميليشيات فيلق القدس وعلاقة بالقائد وحركتهم في السيطرة على البلدان كيف تحكموا في هذه البلدان قاسم سليماني يتحكم في كل هذه الدول العربية الأصيلة أنه ما هي أسرار انتصارهم كيف استطاعوا أن يحكمون في أربع أراصم عربية والعرب أم كبيرة دول كثيرة عندها أختصاب عندها تأريخ عندها تتفرج فنتكلم عن الأسرار الفارسية التي تكون وراء الكواليس وهم أقصد بها أنه تواطرهم وأسلوء أساديبهم الخضيرة ضد الأمة العربية إلى درجة من خلال الميليشيات يسيطر على هذه العواصل ذكرت في الكتاب مجموعة شخصيات ولا تأثير في الوضع الراهن مثل قاسم سليماني، العاصفي، العسكري، السستاني وخصصت كل واحد منهم فصل ممكن تستعرضهم بشكل سريع نعم، هي فصول كثيرة يعني هؤلاء باعتباروا عنوان الإمبراطورية الفارسية كيف كان الإمبراطورية الفارسية الآن في إيران وتسيطر على هذه الدول العربية ولها خلايا نائمة في الدول الأخرى نسمع خلية في الكويت، خلية هنا، خلية فيه الآن يُعلن عنها هذه ما هي القيادات التي حاكمة؟ واحد منها قاتم سليماني باعتباره هو فيدق القدس هذا هو صاحب هو الذي أسس هذه الميليشيات أكثر من خمسين ميليشيات في بغداد حتى حزب الله في لبنان الذي فصل سميته حزب الشيطان هذا أيضا تابع له وكذلك في اليمن الحوتيين وما إلى ذلك هذه وضعت له فصل حاولت أن نحلل لغز قاسم سليماني الذي نراه حتى في مقاطع اليوتيوب منتصر في الأماكن المختلفة والدول المختلفة فهذا هو فرع على الحرس الثوي الإيراني فيلق القدس عندما جاء خميني أسسه لأنه لم يكن مؤمن بالجيش الجيش ممكن يعمل انقلاب عليه فأسس الحرس الثوي أسس فيلق القدس هذا يعني كعصابات خصوصا الآن في الخارج مسؤولة ورئيسها طبعا الظاهري قاسم سليماني والباطي كان حسين فلداني الذي قتله في دمشق والآن نسمع كثير من القيادات تقتل في دمشق وكذلك القيادات المهمة مثل محمود الهاشم الشاهرولي هذا الشخص الذي جعل من خامنائي مرجعا ومرجع تقليد وادعى باجتهاده وتولى القضاء الإيراني وهو في أعلى سلطة في مجلس سيادة الدستور وفي مجلس الخبراء وهو مرشح أن يكون في ولاية الفقه بعد خامنائي وأيضا في خلافة السيستاني في العراق وأيضا مثلا محمد مهدي الاغاصفي محمد مهدي الاغاصفي أحد الغازل التي الناس لا يعرفونها هذا الشخص كان هو قائد حزب الدعوة قبل إبراهيم الجعفري ثم بعد أن جاء إبراهيم الجعفري بعد غزر واحتلال العراق عينه خامنائي ممثلا له وهو فارسي محمد مهدي الاغاصفي وهو بيته في نفس زقاق السيستاني وقاصر سليماني ينزل عنده وهذا يأتي بالأوامر من الإيران إلى بيت السيستاني وحتى تأسيس الحكومة ما يسمى بالأتلاف الشيع الذي تكون خمسة خمسة جاءت الأوامر من قاصر سليماني يعني من خامنائي إلى الآاصفي الآاصفي جاء إلى بيت السيستاني أشرف محمد غضاء جاءوا جميع الأحزاب الطائفية الشيعية حزب الدعوة المجلس العلا التيارس الصدري حزب البطيلة ووقعوا أنه هكذا تكون تكون هو أضاف السيستاني القائمة سمية القائمة التابعة للمرجعية وهنا ووقعوا إذا صاروا عندهم أي خلاف يوجعون إلى المرجعية فإذن هؤلاء الآاصفي من الأشخاص المهمة وممثل ولاية الفقية بالعراق هو الحاكم الفعلي أوامر قاسم سليماني وخامنائي تأتي إليه وهو كان قابلا قائد وهذا الكلام كله مذكور في الكتاب كله في الكتاب نعم لذلك نحن اختارنا هذه الأشخاص ذكرناها بالتلتيب لأهميتها والناس لا يعرفونها عقيقة ولا يعرفون كيف تدار اللعبة وما هي القيادات الفعلية فكل واحد تكلمنا عن مثلا كتبه ثلاث كتب عنده رؤاصة عن ولاية الفقية مثلا عندما كان النور المالكي وصارت انتخابات وصارت مظاهرات أفتى ثلاث مرات بحرمة الخروج على نور المالكي بوجوب اتخاب نور المالكي هذه الأوامر ليست من عنده وممثل ولي الفقية قاسم سليمان ينزل عنده فهذا التأيخ وهو كان قائد حزب الدعو فإذا ارتباط حزب الدعو بولادة الفقية ذكره في الكتاب ذكره ذكره موتظر العسكري أيضا هذا أنا أعتبره من منظر للتشيوع الفانسي هذا هو الذي بدأ يكتب عن أم المؤمنة عائشة يكتب عن الخلفاء عنده حدود مئة كتاب ينظر ومعاني من درستين يعني بين السنة والشيعة كتب أن عبدالله بن سبح غير حقيقية فأنا قلت له هو أسس طبعا جامعة بأمر خامنائي اسمها نشكالي أصول الدين يعني كلية أصول الدين في قم وفي طهران وفي مشهد وطلب مني أن أدوس هناك حقيقة وكان همه هؤلاء النبي نيتون من الخارج وحولهم من السنة إلى الشيعة على طريقة الدين فهذا أنا قلت كيف تقول عبدالله بن سبح غير موجود وهو موجود في كل الكتب الشيعية فقال من يقرأ سيد دبي ثم من يحقق مثلك فهو ذكر أنه موجودة رواية سنية عن سيفة عمر في الطبري ولم يذكر أحده من الشيعة فهو هذا من المنظرين بالتشيعة الفانسيين والناس يصدقون بهذا الإخلام وهو رجل اهتم به خمني أعطاه كلية مؤمنة السنة الذين يعتم بالخارج يحولهم من الشيعة المناطق في زاهدان في السيستان في الأماكن الأخرى يأتي بهم عند حوزات للرجال والنساء هذه الشخصيات الفعلية التي يستعين بها المرشب والنافذة فكرياً وعملياً هو واحد من رجالاتها فنذكر كثير من هذه الشخصيات المؤسسة له دور المؤمن كثير من الناس يقول لك لا يتكلم له ما هو دوره فأنا أضع أكثر من ثلاثين صفحة في السيستانه وتأريخه ودوره وهذه الشخصيات مهمة جداً هناك فصل خاص لقاسم سليماني فصل للشاهر ودي للشاهر ودي نعم هذا الذي قلنا موشح كاظم الحائري فصل العاصفي العسكري حزب الدعوة الحركة الإسلامية في العراق السيستاني هذا يتكلم عن التحالف الغادر ماذا تقصد فيه؟ التحالف الغادر يعني أمريكا وإسرائيل وإيران الناس يتصرون أعداء وفي الواقع هم ليسوا أعداء يعني فصدر في أمريكا كتاباً عن ذلك أحدهم قلت كتاب أن التحالف بين إيران وإمريكا وإسرائيل وهو مستشار الإدارة الأمريكية هو حضر أكثر من 130 اجتماع بين القيادات الأمريكية والإسرائيلية وإيران ويقول لا يتجد على دعوات هو إيراني هو يعرف من الداخل وأيضاً أنا أثنر كثير من الأمور يعني أنه كيف إيران ساعدت على احتلال العراق وأفغانستان ما هو اسم الكتاب مرة ثانية؟ اسمه التحالف الغادر بين إيران وميكا وأسرائيل بالضبط وبالإنجليزي؟ هل تتكلم اسمه بالإنجليزي؟ أنا حق اسمه بالإنجليزي موجود من قائمة المراجع ناسي بالنغة الإنجليزية حضر 130 اجتماع نعم أكثر من 130 اجتماع ويدكرها يقول لا يوجد عداء الناس يتصرون عداء بين إيران وإسرائيل وأمريكا والشيطان الأكبر وهذه الشعارات هذي غير حقيقة هو بذبسي حضر هذه الاشتماعات وأيضاً يمكن أن يكون هذا يروج في الإعلام أنه إيران تقول شيطان الأكبر ويرد عليه إعلامية أن يخدعهم فيها الدهماء من الناس أحسنت ما يرى الكلام الستة للتشيئة؟ حقيقة الأركان الستة للتشيئة أولاً المرجعية والتقنية أن يكون هناك مرجع ويقلدهم الناس مثل خميني خامناء في إيران والسيستاني في الإعراق بلاينبلي بشكل أعمى ويتبعونه هذه البدعة يعني هذه جديدة في التأريك الشعير ما صلى 150 سنة كيف صارت وكيف نمت؟ وأنه أنت تسلم له وتتفك عقلك لا تفكر المرجعية والتقنية من أركان هذا التشيئة الخمس من أركانه أن تعطي خمس أموالك فيما تكسبه هناك آية واحدة في الخمس أتناولها من الداعي الشعير نزلت في بدل ما غنمتم من شيء النبي لم يأخذ خمس أموالهم هذه غنيمة الحب في كل حياته ولم يضع جباتاً للخمس وضع جباتاً للزكاة الإمام علي في فترة خلاقته أربعة أشهر سنين ودرعة أشهر أيضاً نفس ما قام به النبي لم يأخذ خمس أموالهم هم يقرون في زمن الأمم المتأخرين لأن الأمم المشروعين فأناقش هذه المسألة وكيف أنها هي وقت تعتبر عندهم وكيف سطاع العلماء أن يكونوا مطورة كبيرة من خلالها تتجرب مع الخمس وليس فيها صادرة وواردة الزكاة نسبة قليلة 2.5 مئة وفيها صادرة وواردة وبحروف تنهب للفخراء هم لا يأتون للفخراء هم يقرون بها لمشاريعهم سواء كانوا لنشر التشيئة أو لاستعمال الميليشيات فأيضا من أوقان التشيئة الخربلاء والمضرومية واللقنيات كيف يستطيعون أنه من خلالها العراق كانت أكتوه صنة البصرة كانت صنية بغداد أكتوها صنة كيف يستطاعون من خلال هؤلاء الخطباء واللقنيات والفاوات وننتصر بيهن البيت الوكدة الآخر هم الطائفية هم أينما حدوا في العراق في سوريا في اليمن أستغلوا الطائفية جعلوا البعض يحارب بعض أدبوا البلدان والأورطان هذا من أركانهم أيضا ولاية الفقه هذا المبدأ الذي عندهم ويجعلون الناس يتكون الولاء من الوطن وكأنه ولي الفقه عن المعصوم ليحكم هذه المدارة وتأتيه أوارمه لو تسألهم الآن إذا جدتك أوامر من ولي الفقه ضد الوطن يقول لك أتب أولي الفقه هذه إشكالية كبيرة وهو ولي الفقه لا يؤمن بك ولا يؤمن بالعرب وحتى عقيدته لا تؤمن بالتوحيد فإذن أتكلم عن هذه الأوكاد وطبعا هناك روخ مسكوت عنه وهو الجنس أنه في سراديب قوم كيف أنا أذكر حتى عندما كنت أدرس بعض المراجعة كيف في خانته جملة كتب كثيرة عن الجنس ثم أتكلم عن أن المخدرات عندهم حلال وكثير من العلواء يستعلمون المخدرات حتى أحمد خميني فهما يحلونها وأيضا لتخدير الشعب هذه تفيدهم فهذه أعتبرها أركان مجتمعة أركان التشيع الفالسي كيف استطاعوا أن ينتصروا بها جميل جدا كثير من المحللين ومن كتبوا في هذا الاتجاه ذكروا عن الثالوث السلطة والجنس والمال ذكروا أن هذه أركان كثير من المذاهب والفرق الموجودة حاليا أنها تتذبحوا حول هذه الثلاث أشياء وأن تتركها في الغالبية سوف يثقل على النفس وأنت في الكتاب أسهبت فيها كثيرا صحيح ما المقصود بالعرفان الشيئ؟ نعم العرفان يعني الآن الخبين يدعي هو عرفاني وأكثر كتبه التي يكتبها نحن نلعز معناها الصوفية في السنة الصوفية بالضبط يعني الصوفين يتكلمون عن ابن عربي وشرعوا في الصوص الحكم أكثر من سبعين عالم سنة أيضا فقهاء الشيئة يعتبرون أيضا الرمز لهم بن عربي لذلك حندر آمني خميني حسن زادر كلهم شرعوا وقصوص الحكم يعتبروه هو الإنسان الكامل نعم القب وهؤلاء العرفان هي على أساس أن العرفان هو قسمها قسم نظري وقسم عملي النظري هو أن تقرأ هذه النظريات النظريات الصوفية مثل خصوصا كتاب كتاب بن عربي في قصوص الحكم وكتاب الفتوحات المتينة هذه يعتبروها هي الأسرار وهم يدرسون أبرز علماء جوادي آمني وحسن زادر آمني أذر درستهم هم كانوا أيضا يدرسون العرفان فخميني كتب كتبهم في العرفان نحن في الصوفية هذا الجانب النظري الجانب العملي الذي يسمى سيو السلوك يعني تمارس أقوال وأذكار معينة حتى تصل إلى الكمال الإنسان الكامل بطريقة بالتوسط بإحنا البيت وذكروا يا علي ويا عبي هما إلى ذلك وهي بهذه الطريقة العرفانية التي يستطيع وعند تفصلتها في الكتاب أخلط منك يعني نعم مساحة واسعة أن الناس لا يعرفون من خارج كيف ينطلقوا بالعرفان ما معنى العرفان كيف كتبهم وهي أيضا تساعدهم في التقية فالإنسان عادي لا يستطيع أن يحل هذه الألغاز نعم فهم يستطيعون من خلالها يخفو على الناس عقيدتهم وكثير من خطابات خمني التي هي في صحيفة موقعات هي عرفانية حقيقة يتخذ هذا المسلط وأيضا تخدع الناس لأنه يتصبر الناس أن هؤلاء زهاد وورعين ومتقين فيتكلم بهذه المسائل حتى يخدعوا الناس بذلك جميل الدكتور في الفصل الأخير من الكتاب بكارة قبل هاول نعم نعم هذا الفصل الثلاثين قبل الثلاثين عاصفة الحزم من عاصمة الحزم أنا أعتقد أنه أقول إيران كان عندها ألا هالمشاريع منذ أن جاءت خميني كان عندها مشاريع مشروع تصديق الثروة مشروع حركات التحور تغيير البلدان مشروع الخطة الخمسينية مشروع أم الطرى هاله المشاريع وفعلا تحققت على الواقع أخذوا أربع عواصم عربية وبدوا يفتخرون فأين المشروع العربي المشروع العربي بدأ بالبلك سلمان حضر الله من مكان سميته عاصمة الحزم يعني فيها الحرمين الشريفين فيها مكة والمدينة فيها الإسلام وفيها العنق العربي هذه بدأت وأوقفتهم عن امتدادهم كان عندهم نية أن يأتون إلى الحرمين الشريفين فهذه أوقفتهم وفعلا أنه أكثر ليما التحور والآن بدأوا يعني حتى معنويا كل المسلمين والعرب حسوا بالعزة أنه هناك من وقفت المملكة وقفت ووقف معها العرب وراءها وأيضا التحالف حتى الغرب عندما رأى عندك القوة وكعلت حتى أمريكا والأمم المتحدة إيران وافقت ومشت معها ولذلك الفصل الأخير أقول أن العوامل سقوط نحو الهاوية العوامل الضعف الإيرانية في الداخل والخارج كثيرة الناس لا يعدونها في الداخل هي يعني الفرس عندهم عنصرية ضد العرب عنصرية ضد الأكران عنصرية ضد القوميات وأيضا هم حتى الفرس الآن أكثرهم في طهران أنا درست في جميعها أصلاً لا يؤمنون في مناة الفقير الآن سبعين بمئن من الشعب الإيراني هم شباب والشباب يدعون إلى الليبرالية والتحول ففي الواقع هو تعرف أن الشعب الإيراني كان سمنياً شاهد سماعي بصدر ويحوله إلى التشيع فارسي فإحنا بإمكاننا أنه إلى الآن كثير من علم بدأوا يتركونا هذه العقاب فنحن الآن فلصتنا أنه أن نستطيع أن نوصل رسالتنا إليهم وأن الشعب يتمنى الخلاص من المدارة الفقير يعني وصل الحد غايته الهو بينهم وبين الشعب وأيضاً خلافاتهم على الكحبة الآن في السلطة في هذه التيارات وكم من الأشخاص الآن تحت الإقامة الجموية وكم من الأشخاص الذين قتلوا وأيضاً حتى خارجياً تحيطها أكثر الدول مصنية وهي لا تلغب بإيوان ولا تلغب بمشروعها ولا تلغب بتشريع بلدادها الأماكن وأيضاً أقول الحمد لله الآن مسألة التخيل كشفت يعني الأبور بدأت على المكشوف يعني الحزب الله عندما كان يدعي المقاومة وبما كان العربية تفاعل معه الآن عندما يأتي مع النظام السوري ويدواح الشعب السوري من يحبه؟ وهو يقول حزب البعث والعراق كافر نفس حزب البعث في سوريا كيف تتحالف معه؟ لأن هناك تحالف عقدي مع النصيرية أفكار خمية وأفكار النصير في الغلو في التكفية وفي البدع والطقوس والألتقات نفسها فلذلك أنا أقول كما سقطت الدولة الصفوية التي حكبت أكثر من 237 عاماً عوامل سقوطها الآن موجودة لكن لابد عندنا من مشروع عربي إسلامي كما بدأ بالمملكة وتصدق له الملك حفظه الله وتبيعه العرب المشروع إذا استمروا إن شاء الله تسقط الإمبراطوية الفارسية الله تكرعافي على الحمد للدكتور وفي وقتنا كثيراً حقيقة الاستكمال ما ما تبقى من الكتاب في قراءته إن شاء الله وأنت على وعدك لنا إن شاء الله باستكمال ما تريد أن تحققه من كتب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أرادك المداخلات للإخوان اللي كان عندهم أي أكيد حيكون المداخلات موضوع مثل هذا يا أخي يفرض نفسك المداخلات أولاً أكرر ما ذكرت ما سبق ما ذكرته في الكتاب السابع شكراً تقديراً من الإخوة أكتب التلبيكان والدكتور الغاضل على الجهود التي أقوم بها رجل يعمل وحده وإن شاء الله ما نريد أن يبعث وحده يبعث محمد محمد صحيح إن شاء الله ما يدعو إليه هو الخير إن شاء الله عموماً أنا سأختصر طبعاً في الغنوان السقوط الإمبراطورية الفارسية السعود والسقوط السعود والسقوط يعني أنا أعتقد أنه قطعاً الدكتور هو لا يتحدث عن قوميات ولا عن عرقية لكن أما وقت أخذت القوميات والعرقيات موضعها والعرقيات موضعها فمن الطبيعي أن يكون الكلام على تشخيص النجاع العرقي الموجود الآن طبعاً من متابعتي من إن شاء الله والبارك الله بطعاً هو لا يتحدث